اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث المتوسط وياكم الاستاذ محمد النوفلي واليوم ان شاء الله راح نشرح لكم زمن الماضي البسيط ركز يمي زين هاي المحاضرة هي ربط وي المحاضرة الماضية بالمحاضرة السابقة شرحنا على موضوع الماضي البسيط التحويل الفعل الماضي وذكرنا انا من الدحول الفعل الماضي اضيف لأيدي وقلنا اكي افعال شاذة مو والمفروض انتقاريهن هسا اليوم راح نشرح الماضي البسيط الماضي البسيط بيتثق وقت بالماضي البسيط عدنا طبعا بالماضي البسيط عدنا حالة مثبت وحالة نفيء وحالة سؤال يعني أنا لما يجيني سؤال بالماضي البسيط بيثلاث احتمالات قد يكون مثبت وقد يكون نفي وقد يكون سؤال بالإنجليزي الماضي البسيط اسمه Past Symbol وهذه الكلمة لازم تنحفظ يجيب لك جملة ويقول لك بين قوسين Past Symbol يعني ماضي بسيط وانت لازم تحول الفعل للماضي مرات ما يجيب لك هاي الماضي البسيط لعد شو نعرفها ماضي؟ من شذن الكلمات؟ من الشوف أقو معناها مضى أو شوف Last يعني السابق أو شوف Yesterday يعني البارحة هذه الكلمات كلها الدل على الماضي زيني نعيد مرة ثانية شنو ماضي بسيط بالإنجليزي Past Symbol شنو ماضي بسيط؟ Past Symbol شنو ماضي بسيط؟ Past Symbol شنو الكلمات اللي يدل على الماضي؟ Ago Ago يعني مضى يعني Three Hours Ago ثلاث ساعات مضت Two Years Ago سنتين مضى طيب Last ماست يعني السابق أو الماضي؟ Last year سنة الماضي؟ Heech Yesterday يعني البارحة؟ فهذه الكلمات تدل على الماضي؟ زيني الآن عندي حالة النفي وحالة المثبت والنفو اسواء بحالة المثبت حط الفاعل بعدين أحط فعل ماضي بعدين أحط التكمله وفي حالة النفي أقول did not زائد فعل مجرد شوفي القاعدة زين نزل الفاعل بعدين did not بعدين وراها فعل مجرد وراها تكمله في حالة السؤال نضع الد في بداية الجملة د زائد الفاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله وبالأخير علامة استفاد طيب احفظ لي هاي الكلمة negative نفي شوف ايه هنا in ب-in negative negative نفي لا تنساها ها in in ب-in طيب شوف ليه هنا question هاي بيها s وهذا بيها s لا تنساها وما منوع ها إذن negative نفي negative نفي لما أنا قل لك negative نفي يعني لازم تستخدم the didn't الجملة تحط الفاعل بعدين did لما يقل لك سؤال لازم تحط did بالبداية شون سؤال a question s s question سؤال s s s did زائد فاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله وبالأخير عندك علامة استفاد تعالي بي تعالي بي يقول هنا i see him and i rago الآن أول شغلة هاي الجملة جاب لي سؤال بالانتحام قل لي correct the ver صحيح الفعل هاي الجملة جاي وجاري يقول لك هنا أنا رأيته قبل ساعة correct the ver بيعني صلح الفعل صحيح الفعل الفعل المالتي هو c يرى هذا فعل مجرد طيب الجملة هذي يا زمن ماضي شون عرفتها ماضي لأن عندي ago قدر على الماضي طيب قل لي صلح الفعل لذن لازم الجملة مالتي يسويها ماضي شلون شنو الدليل على أنها ماضي ago الدلع الماضي لذلك راح أقول I saw I saw him I saw him on our ago ده الحل وحط نقل بس هش I saw him on our ago استاذ سي لي صوتها سو لأنها شاذ لأنها شاذ سي سو لأنها شاذ ضدكياها بالمحاضرة السابقة مفروض حافظها طيب إذن I see him an hour ago correct the verb يعني صحح الفعل correct the verb صلح الفعل لذلك راح أقول I saw him an hour ago نزلت الفعل بعدين saw him ago طيب ده السؤال ده الحل ممكن يجينا السؤال ويقلي negative يعني يجيب ليها جملة I saw him an hour ago ويقلي negative من قال negative يعني يريد نسوي ها negative 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 طيب خوش بالنفي شن القاعدة فاعل زائد didn't زائد مجرد زائد تكمل فعل شي لازم يكون لازم يكون فعل مجرد يعني ما لازم يكون سوء لازم يصير C ها انت بالامتحان راح تجيك إيها الجملة الثانية هاي الأولى ما راح يجيب لك إيها يجيب إيها الثانية بس I saw him أنا ورقه وقال يا كيابة negative استاغ آني ليش راح استخدم didn't لأن في زين استاغ آني شمعرف بيها هي ماضي مو هاي السود دل على الماضي مو هاي أنا أقو هاي دل على الماضي هيتش لذلك راح يصير الحل I did not I did not see see him I did not see him an hour ago دل I did not see him an hour دل زين إذا قال لي question سؤال بالسؤال شا استخدم استخدم did بعدين الفاعل بعدين الفعل مجرد الآي هو الفاعل إذا راح أقول did I تكمل الحل مثل ما هو هذا مثال تطبيقي بس مجرد تحفظ الآن هنا هذا سؤال جاي وزالي يقول سارا enjoyed playing tennis ها جملة جاي بليها وقال يريد نقط الجملة هذي يا زمن ماضي شون عرفتها ماضي لأن عندك إيدي عندك إيدي الدلع الماضي لذلك سأقول سارا سارا did not did not أنا قاعد حل هذي سارا did not enjoy enjoy playing هاي تكمل تنزيل مثل ما هي playing دقيقة ليش استخدمت did not لأن هنفي شلون عرفتها ماضي لأن بيها ايدي الفعل هذا مو كان بيها ايدي ليش واخذ اخرت ال ايدي لأن بالنفي قيل لك فعل مجرد تحذف من عند الإضافة ناخذ مثال آخر سارا enjoyed نفس الجملة بس قيل سؤال سؤال إذن هاي ريد سؤال بس سؤال الآن شلون اللي لازم استخدم لازم استخدم did بالبداية did فعل فعل مجرد إذن هاقول did بالبداية هاي did بعدين هقول سارا أو سرا enjoy شا سوي لها فعل مجرد did سارا enjoy playing tennis استاذ هاي الان جي باب انت من لك علاقة لي انت شو لك اللا قبل انت انت تحط علا انت استفهم انت سوا 1 بس 4 يقول the audience stayed very quiet وقال negative negative يعني negative 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 حلو بالنفي شو لازم استخدم آني the زين أنا جملة شون عرفتها ماضي مهايدي مهايدي لذلك راح نزل فاعل مثل ما هو دائما بداية الجملة هو الفاعل the audience معناها جمهور the audience stay تنزل did not والفاعل يكون مجرد يا بليش فاعل مجرد يا استاذ محمد did not stay ليش فاعل مجرد لأنه بنفي بنفي يكون الفاعل مجرد very quiet وحط وحط نقض ليش لنه نفي هذا هو كل ما موجود عدنا بالماضي البسيط مثل ما انت شفت قدامك بقد عدنا البي البي هنا البي البي هاي هس احنا عرفنا نستخدم بس عدنا حالة اخرى من الماضي هاي الحالة هي حالة البي حالة البي بالانجليزي تقسم الى قسم يا اما تكون was او تكون where يعني وكأن البي بي بي البي بي هاي هاي البي بي عدها ماضي وعدها انا هس البي بالماضي البي بالماضي البي بي هاي خلقت اثنين واحد ووز واحد وع شوفوه ثلاث حروف صغير ياخذها ذني مفرد هي شي ات صغير وخلفت واحد شبير سمتها where هذا الwhere ياخذ الكبار we you مالجمع شوفها واحد اثنين ثلاثة اربع اربع حروف ياخذ ذني الكبار اذا where معناها كانوا وياخذ الwe نحن والyou انت والذي هم اذا اذا اجتني we you ذي اقول where واذا اجتني the he والshe والit والi تاخذ was اذا البي البي شخلفت خلفت اثنين واحد اسمه was وهذا الصغير ياخذ المفرد وهو خلفت الwhere وهذا الwhere ياخذ الكبار لان هو تشغير ها فهمنا طيب بالنسبة ال البي الها نظام خاص هنا هي نفسها راح ننفي ونسأل بها يعني القاعدة راح اصير فاعل زائد was aware زائد تكملة وبالنفي اقول was aware زائد not وبالسؤال اخلي الwas والaware بالبداية يعني شوية النظام هنا راح يختلف مو مثل هناك نستخدم did not زين استاذ راح اقوم وخربط بالامتحان لا ما خربط ليش اذا جاب لك البي اشتغل على نظام ما للبي اذا ما جاب لك البي تشتغل على نظام did not بس يعني هس انا جاب للبي i be hungry yesterday هنا هايش راح يسوي احنا اي شاخر اي شاخر اخذ وز اش قيل اي hungry اذا راح اقول i was ال i تحولت الى was البي تحولت الى was i معناها انا كنت جوعان yesterday yesterday يعني الوارح طيب السؤال هنا شون عرفت ها ماضي yesterday يدل على الماضي طيب اذا i be hungry صارت i was hungry هاي جملة صارت ماضي بسيط البي تحولت الى was لان البي الها حالتين قلنا البي اما تصير was او تكون where اذا كان الفاعل مفرد تاخذ الwas اذا كان الفاعل جمع ياخذ الware فهنا بهذه الجملة انا هو قيل ل i فرا اقول اذا اراد هنا في negative بس اقول i was not او ما تختصرها تقول i was not teach بدون اختصار عادي سوان اذا اختصرتها او اختصرتها صح i was not تنزل الجملة هنجري مثل موضوع بس هنجري yesterday يعني هنا بهذا الموضوع احنا نستخدم الwas والwhere بالمثبت والwas والwhere we not بالنفي واذا كان السوال عندي احط الwas والwhere في بداية الجملة شون عرفتها ماضي يجيب لك دلالة على الماضي negative يعني نفي نفس النظام اذا جاب لك البي وجماعتها لازم تتبع نظام البي اللي هو شنو و و و و بس باب على هذا المثال you be in استراليا last year انت كنت باستراليا last year سنة الماضي كلمة last year يعني دلع الماضي اذا هنا اليدها ماضي اليو جمع راح اقول you where you were in استراليا هاي البي تحولت الى where in استراليا وتنزل الجملة مثل ما اذا قال راح اقول where سوري راح اقول you where not you were not in استراليا بس you were not اذا ارادها سؤال اخلي where في بداية الجملة تعال على رقمة لاحظة حليها انت قائل لي be there استراليا حلي هاي الجملة يلا حلي هاي الجملة ها حليتها يلا تعطي الان الشي مفرد تاخذ was ذلك راح اقول she was شون عرفتها ماضي yesterday البارحة she was there كمل الجملة مثل ما هي انتهى الحل she was there yesterday اذا ارادها نفي راح اقول she was not there yesterday اذا ارادها سؤال راح اقول was she where آه نفس الحج يعني انت من نشوف الwas موجودة معناها راح تخلي نط بالنفي اذا ارادها سؤال تخلي بالنفي اذا من يجيب لي بي البيش بيها راح تتحول الى was دا كان الفاعل مفرد تعالي سؤال الرابع كرم كرم be famous last year هاي last دل على الماضي لذلك راح اقول اني كرم was لان كرم مفرد كرم was كلام اذا ارادها نفي راح اقول كرم was not اذا ارادها سؤال راح اقول was كرم famous والاخير راح اضع الان استفان امتال حال خمسة قال they they جمع اش راح اقول they they where خمسة علي كنت اتحل راح اقول they they جمع اش تاخذ تاخذ الwhere دير بالك مو تحط الwhere هي تغلط اي they where اذا انا في اتحط not اذا سؤال اتحط الwhere بالبداية بالاخير اتحط على تستفان انتهى الحل انتهى الحل هذا هو كل ما موجود بزمن المضارع البسيط بالمضارع البسيط دائما هذا النظام اللي علمتك علي did not و did و جماعته اذا جايب للبي البي تحول الى وز اذا اراد هنا في احط وز not اذا اراد سؤال احط الوز في بداية الجملة مثل ما اعلم لك موضوع سهل وبسيط وما يحتاج اي مشكلة عيد للفيديو اكثر من مرة واحفظ الافعال الشاذة لان مهم الى هنا ينتهي درسنا شوفكم ان شاء الله بدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة